ما ان انتقلت اعمال السفارة الكندية الى البصرة حتى سرع السفير الكندي اولريك شانون بالتغني في شعر السياب مرددا انشودة المطر يعلم الكندي الدبلوماسي تماما اهمية البصرة تاريخيا وثقافيا فكان خير مروجا سياحيا لها قبل هذا قبل شانون التحدي من عراقيين بصناعة الكليتش العراقية حتى انه استعان ذات يوم بالشاعر كريم العراقي ليؤكد حبه الى بغداد حتى وان خانته بعض حروف اللغة نطقا سليما الا انه اوصل الرسالة كثر الحديث عن التي احواها كثر الحديث من التي احواها ما اسمها ما عمرها ما صرها ما شكلها شكرا ام صمرا